اكد صاحب السمو الملكين امير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات رسخة تجسدها عمق ومتانة الروابط الاخوية المشتركة بين البلدين وما تشهده على الدوام من نمو وتقدم على كافة الاسعدة منوها سموه بما تحظى به هذه العلاقات من حرص واهتمام بتطويرها وتنميتها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للعمل على الدفع بها نحو فضاءات أوسع بما يعود بالخير والنماء على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد ياسر محمد شعبان سفيج جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث نوها سموه بالجهود التي بدلها سعادة سفير في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشغيقين ومواصلة تعزيز افق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة معربا عن تمنياته لسعادة سفير بالتوفيق في مهامه المقبلة وأجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سفي جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدافي بين نحو مستويات أشمل متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والاستهار اشتركوا في القناة